لقد استرجعت الوديعة يا رسول الله وأخذت الرهينة واختلست الزهراء سليم بن قيس قال سليم سليم كان يسأل سلمان عن الذي جرى هذا أقدم كتاب من كتبنا الشيعية الذي سجل وقاع الدار إنها دار فاطمة قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان كان محمد المصطفى يقف على باب فاطمة مستئذنا فإن أذنت له دخل إلى البيت وإن لم تأذن له رجع وما دخل إلى البيت الناظم هنا يشير إلى هذه الحقيقة قال سليم إنه سليم العامري سليم بن قيس صاحب الكتاب قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي وعزة الجبار لقد فعلوها الذين قالوا عن محمد من أنه يهجر فعلوها لقد فعلوها قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إي إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذرأوها عصروها عصرة عصرها بين الباب والجدار فمذرأوها عصروها عصرة كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة أسنديني تصيح يا فضة أسنديني فقد وربي قتلوا جنيني هذا هو كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري إنها الطبعة الثانية 1416 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني الجزء الثاني الذي يشتمل على نص الكتاب الجزء الأول والجزء الثالث أمور ترتبط بتحقيق الكتاب وفهارسه لكن النص في الجزء الثاني سليم بن قيس متوفى سنة 76 للهجرة قطعا هو جمع الكتاب قبل هذا التاريخ ونقل مضامين الكتاب عن أهل البيت وشيعتهم نقل مضامين الكتاب عن أمير المؤمنين وعن سلمان وعن المقداد مصادر سليم بن قيس هي هذه المصادر صفحة ستمية وخمسة وسبعين لن أقرأ التفاصيل التفاصيل طويلة ولا أملك وقتا لذلك وإنما أأخذ لكم اللقطات التي تبين لكم معنى أن فاطمة قد اختلست قد قتلت وبطريقة قاسية وبشعة جدا العباس العباس بن عبد المطلب العباس يقول لأمير المؤمنين في مجلس كان فيه شيعة الأمير من الهاشميين وغيره العباس يقول لأمير المؤمنين ما ترى عمار أيام خلافته منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله عمار أرسل على جميع عماله وأغرمهم نصف ممتلكاتهم هذه التي يعدها السنة منقبة وهناك من الشعة من يعدها منقبة من القطبيين ومن السياسيين يعدون ذلك منقبة لعمار أمير المؤمنين ماذا يقول لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه فلماذا أخذ النصف وكان له أن يأخذه كل فإنه فيء المسلمين فما له يأخذ نصفه ويترك نصفه ولئن كان غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منهم قليلا ولا كثيرا وإنما أخذ أنصافها ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لم يقروا بها ولم تقم عليهم البين ما حل له أن يأخذ منهم قليلا ولا كثيرا فهذه مطعنة وما هي بمنقبة إذا كانت الأموال أموالهم فلماذا أخذ نصف أموالهم وإذا كانت الأموال ما هي بأموالهم سرقوها من أموال المسلمين فلماذا أعطاهم النصف حاله حال مراجع النجف وكربلاء حينما يسرق لهم الوكلاء يعطونهم الثلث أو يعطونهم النصف من سرقات الأخماس بغض النظر هل أن الوكلاء محتاجون أو أنهم ليسوا محتاجين وإنما يدفعون لهم هذا المال كي يستمروا في الضحك على ذقون الشيعة وسرقة أموالهم والأمير يقول حتى لو كانت الأموال سرقة في أيديهم إذا لم يكون قد أقر بأنها سرقة أو لم تقم البينة عند عمر على أنهم سرقوا وما كانت هناك بيّنة ولا هم أقروا فعلى أي أساس أخذ نصف أموالهم لا شأن لنا بهذا الموضوع لكن هكذا يكون التثويل والتجهيل والضحك على الذقون فتحسب المطاعن مناقب بالضبط مثل ما تحسب السيئات وقبائح مراجع النجفي وكربلاء تحسب لهم مناقب عمر لم يغرم قنفذا وكان واليا من ولاته فلذا العباس ابن عبد المطلب يسأل الأميرة لماذا عمر لم يغرم قنفذا ما ترى عمر منعه من أن يغرم قنفذا كما أغرم جميع عماله فنظر علي إلى من حوله ثم ثم غرورقت عيناه بالدموع ثم قال شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوت فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملوج الدملوج هو من حلي المرأة تلبسه المرأة هنا ما بين الكتف والمرفق وهذا الدملوج الدملوج يلبس هنا ما بين الكتف والمرفق فسوت قنفذ وبأمر عمر تلوى على يدها حتى ترك أثرا كالدملوج في الأنوار القدسية في المنظومة المعروفة لأحد مراجع النجف محمد حسين الغروي الإصفهاني والذي يعرف بالكمباني والأثر الباقي كمثل الدملوج والأثر الباقي كمثل الدملوج في عضد الزهراء أقوى الحجج لماذا لم يغرم عمر قنفذ الأمير يقول شكر له ضربة ضربها فاطمة بالسوت فماتت ماتت فاطمة وفي عضدها أثره كأنه الدملوج لأنها ماتت من ذلك الضرب الآثار لازالت موجودة في بدنها هذا هو سبب موتها لو أنها ضربت واندملت الجراح وانجبرت الكسور وذهبت الآثار لكان يمكن أن نقول من أنها توفيت بأجلها لكنها عذبت وضربت وأهينت وأسقط جنينها وكسر ضلعها وجرى ما جرى عليها وماتت والآثار موجودة في بدنها ماتت وضلعها مكسور لم يجبار ماتت وآثار إسقاط جنينها كانت باقية عندها ماتت وآثار الضرب على متنيها حينما غسلها أمير المؤمنين رأى آثار الضرب على بدنها ومن سواد متنها سود الفضاء ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي الحكاية طويلة طويلة إنها آلام فاطمة إنها فاطمة التي قتلوها ثم رجعوا حتى إلى تأبين زوجها لها فحرفوا ذلك التأبين فحذفوا الجملة واختلست الزهراء والله لقد اختلست قتلوها في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الخمسمائة إنني أقرأ من كتاب سليم وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة بالسوت إلى أن يقول الخبر فلم تزل فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت بقيت جريحة تأنوا من جراحاتها نسلم على الحسين في الزيارة المهدوية التي نعرفها بزيارة الناحية المقدسة هكذا نسلم عليه السلام على المغسل بأي شيء بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح لقد جرعوها الآلام غصصوها بريقها مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من زيارتها التي أوردها المفيد في المقنعة السلام السلام على المغصصة بريقها السلام على المجرعة آلام السياط والرفس والصفع والعصر وَمَا نَبَتَ السَّيْفِ في جَنْبَيْهَا أَتَا بِكُلِّ مَا أَتَا عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلْ فَلَمْ تَزَلْ صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليه من ذلك شهيد هذه النصوص عُرِضَتْ على أئمتنا إمامنا السجاد قال هذه أحاديثنا نعرفها هذا هو الذي جرى على أمنا هذه أحاديثنا نعرفها لنعرض هذا الكتاب على إمامنا السجاد وقد قرأ الكتاب عليه بمحضره من أوله إلى آخره صحيح الكتاب تعرض بعد ذلك إلى تحريف لكن الحقائق الواضحة لا زالت شاخصة في هذه الوثائق الوثائق المهمة التي جمعها سليم في كتابه السقيفة فلم تزل فلم تزل فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله عليه من ذلك شهيده في صفحة الخامسة والستين بعد الثمانمائة هناك تفصيل تفصيل للواقعة لا أجد وقتا المقام كما قلت لكم في الحلقة الماضية ليس حديثا عن ظلامة فاطمة إذا كان الحديث عن ظلامة فاطمة فهذا الكلام لا يمثل شيئا من ظلامتها هذا الكلام لبيان معنى واختلست فاطمة فقط وليس للحديث عن ظلامتها هذه أحاديث العترة هذه وثائق آل علي هذا كتاب سليم هذا أبجد الشيعة كما يسميه صادق العترة هذه مذكرات فاطمة مذكرات الواقعة بين الباب والجدار والتي والتي نقلها إلينا أمير المؤمنين وأشياعه المخلصون الذين كانوا جزءا من الواقعة فأرسل عمر يستغيث أرسل عمر يستغيث يريد جمعا أكثر من هذا الجمع الذي تجمع عند باب فاطمة لأن أمير المؤمنين أخذ بتلابيب عمر فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وجأ أنفه ورقبته داس على أنفه ورقبته بحذائه فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته إلى آخر ما جاء في الواقعة الواقعة فيها تفاصيل فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة فحمل عليه أمير المؤمنين فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي أقسم عليه أن يتوقف فكف فكف علي هناك الكثير من التفاصيل تحتاج إلى شرح تحتاج إلى بيان لست بصدد ذكر التفاصيل ولست بصدد شرح هذه الوقائع تحدثت عنها في برامجي السابقة وإذا سنحت فرصة سأتحدث عنها بكل ما عندنا من المعطيات وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة خالد بن الوليد سل سيفه أراد أن يقتل علي متى في الليلة التي بات فيها علي في فراش النبي في ليلة الهجرة والحادثة لها تفاصيل وهاهو يسل سيفه كي يقتل فاطمة وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة هذا هو سيف الله المسلول هذا سيف إبليس المسلول هذا هو الذي قتل مالك ابن نوير وزن بزوجته هذا ذكر مسلول وما هو بسيف مسلول الحادثة مفصلة في كتب التاريخ في كتب السيار ولما طلب أبو بكر وعمر من خالد ابن الوليد أن يقتل علي أن يأخذه على حين غره وهو في الصلاة والحادثة فيها تفصيل صفحة 872 وما بعدها الحادثة فيها تفصيل لأن أبا بكر تراجع عن قراره وكان خالد قد جاء بسيفه يريد أن يغدر بعلي وهو في الصلاة وقد غدروا بعلي بعد ذلك طبقوا البرنامج نفسه في محراب مسجد الكوفة قتلوا عليا بعد ذلك إلا إن أبا بكر قبل قبل أن يكمل الصلاة بعد أن تشهد صاحب صوت يسمعه خالد يا خالد لا تفعل ما أمرتك فإن فعلت قتلتك ثم سلم عن يمينه وشماله وأكمل الصلاة لأنه فكر في عاقبة الأمر تفاصيل للواقعة وخرجت نسوة بني هاشم لما انتشر الخبر من أن مؤامرة عقدها القوم لقتل علي وخرجت نسوة بني هاشم فصرخنا وقلنا يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته لطالما أردتم هذا من رسول الله أردتم هذا من رسول الله أردتم قتله وقتله بعد ذلك لطالما أردتم هذا من رسول الله فلم تقدروا عليه فلم تقدروا عليه إما أن القائلات من النسوة لا يعلمنا أن رسول الله قد قتل وإما أن شيئا من الكلام قد سقط فلم تقدروا فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس هذا أمر كان معروفا عند المسلمين وعند بني هاشم فقتلتم فقتلتم ابنته بالأمس ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه إلى آخر الكلام موطن الحاجة هنا فقتلتم ابنته بالأمس في الأحاديث المستدركة على هذه النسخة هذه الأحاديث مروية عن النسخة الأصل من كتاب سليم بن قيس في الكتب الشيعية الأخرى المحقق جمع الأحاديث من الكتب الشيعية المختلفة التي أخذت أساسا من النسخة الأصل من كتاب سليم بن قيس من حديث مفصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أقبل على ابنته النبي صلى الله عليه وآله ثم أقبل على ابنته فقال إنك أول من يلحقني من أهل بيتي وأنت سيدة نساء أهل الجنة وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضرب ويكسر ضلع من أضلاعك لعن الله لعن الله قاتلك ولعن الله الآمرة والراضية والمعينة والمظاهرة عليك وظالم وظالم بعلك وابنيك موطن الشاهد هنا لعن الله قاتلك ولعن الله الآمرة الأول هو الذي أمر والثاني هو الذي نفى لعن الله قاتلك ولعن الله الآمرة والراضية والمعينة والمظاهرة عليك يا زهر هذه أقدم النصوص والوثائق عندنا هذه مذكرات جريمة ما وقع بين الباب والجدار هذه وثائق الجريمة التي ينكرها علماء سقيفة بني ساعد وينكرها أيضا علماء سقيفة بني طوس لأنهم ينكرون هذا الكتاب وينكرون هذه الحقائق ويضعفون هذه الوثائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر